تشاهدون في هذه الحلقة مرضى السرطان صراع الألم ومرارة الخذلان مسرحيون في عدن يستذكرون تجربتهم الأولى في المسرح التفاعلي فرج العامري موهبة شعرية على خطى محمد إقبال مشاهدين الكرام نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والفعاليات التي حصلت خلال الأسبوع أشهر في العاصمة المؤقتة تكتل حقوقي جديد للعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة لمدينة عدن والدفاع عن حقوق أبنائها وحمل التكتل الجديد مسمى نشطاء أبناء عدن ويهدف كما جاء في نثاقه إلى الحفاظ على الهوية العدنية وإعادة الاعتبار لتاريخ المدينة التي اتسمت منذ القدم بالتعايش السلمي كرم المجلس الشعبي في مديرية التواهب عدن عددا من الشخصيات والنخب الوطنية والوجاهات الاجتماعية الفاعلة وخلال حفل التكريم أكدت السلطة المحلية في المديرية على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التكريمية الكوادر الوطنية التي كان لها بصمات واضحة وجلية في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ومعالجة القضايا المجتمعية تلقى عشرون طبيبا في العاصمة المؤقتة عدن مهارات تدريبية حول التشخيص الطبي لأمراض السل والجذام والسبر الوقاية منه واستراتيجية مكافحته الدورة نفذت وعلى مدى يومين بتمويل من منظمة جلارا الألمانية بمن مشروع دعم وتعزيز وتقوية النظم العلاجية الوقائية لأمراض السل والجذام ويستهدف محافظات عدن وحضر موت والضالع وتعز أعلن مركز علاج الإسهالة المائية الحادة بمستشفى صلاح الدين في البريقة عن ثمان وعشرين حالة إصابة جديدة بوباء الكوليرا بينهم سبعة أطفال خلال الإسبوع الماضي وأطلق المركز نداء استغاثة إلى منظمة الصحة العالمية والجهة المعنية بتدخل العاجل لدعمه بالاحتياجات الضرورية اللازمة السلطان مرض يعد من أخطر أمراض العصر وبينما الطب آخذ في إيجاد علاج لهذا المرض يعاني المريض اليمني من العلاج الباهض الثمن وعدم توفره لنتابع لا يكاد يمر يوما على مرضى السلطان إلا ويضاف إليه جرع جديدة من الألم والخذلان لهذه الشريحة التي تصارع مرضا تفنى معه أعمارهم بحثا عن الشفاء الأرقام طبعا في تزايد ما بعد فترة الحرب في 2015 وما قبل فترة الحرب أن العدد ممكن مضاعف عن ما كان في السابق طبعا الشيء بيديه مسلم به أن نتيجة الحروب ونتيجة أن هناك ما زالت مناطق تعيش في منطقة التماس وما زالت الحروب فيها مما يثير سلبا طبعا على الناس المتواجدة في هذه المناطق قد يكون كمان البيئة الآن أننا فيها بسبب الحروب المنفوتات البيئية هي التي أدت إلى عملية زيادة عداد المرضى نحو سبعة آلاف حالة إصابة بالسرطان ومائة وعشرين حالة جديدة تتردد أسبوعيا على مركز الأورام في عدن بينهم نساء وأطفال في ظل شحة الإمكانات وتراجع الدعم وغياب الاهتمام الآن ما اكتشفوش سبب أساسي للسرطانات سرطان الثدي يعتبر ثاني أكثر انتشار في العالم ممكن أن نقول أنه هنا بسبب بعد الحرب انتشار كثير الأسباب الرئيسية ممكن أن نقول وراثية المفترض أولا الدولة تلعب دور كبير بعملية أول حاجة توفير الأماكن الخاصة لعلاج الأورام هذا أولا من أشعة مقطعية من فحوصات يعني مختبرية من علاجات كيموية من علاجات داعمة من علاجات هارمونية لازم الحكومة تكون لها دور أساسي بعدين تجد دور المؤسسات المجتمع المدني كمنظمات المجتمع المدني نكمل الدور الحكومي ولا نستطيع حاصرة هذا المرض أو المرضى أن نوافيهم حكوم لكن بقدر المستطاع نحاول أن نغلق هذا الباب باب مرضى السرطان بشتى الأمور أرقام مخيفة لمرض السرطان في اليمن سجلتها السنوات الأخيرة دون أي تحرك جاد لتقييم النتائج ومعرفة الأسباب للحد من توسع المرض الذي يفتك سنويا بحياة الآلاف تطور العلم إلا أنه ما زال المريض يجهل أسباب أو الأسباب المؤدية في بعض الأحيان الشخص يعمل حاجات اعتيادية يوميا هو مشواخد باله أنه هذا الحاجة ممكن تؤديه إلى مرض السرطان الكشف مبكر هو أحد أسباب العوامل الرئيسية لملاحقة أو لتفادي هذا المرض أو لسرعة القضاء عليه لأنه مرض السرطان يمكن القضاء عليه في حالة اكتشافه مبكرا لكن عدم وجود الكشف مبكر هذا يؤدي إلى انتشار المرض وكشفه مؤخرا ويتم لحقته فقط عبر العلاقات المؤقتة هذه التي تزيد من فترة المرض ولا تقضي عليه قضاء نهائيا أثبت أن هناك في ورم أو كتلة غير طبيعية تقوم بالإحالة يبدأ الدور الثاني للعيادة التي تقدمه الوردية هنا للمرضى اللي هي الإحالة إن طبيب الأورام أو طياطباء القراحة وتستمر معها في الدعم النفسي للمريض والأسرته لم يعد بمقدور مرضى السرطان وذويهم دفع البلاء عن أنفسهم ولا تحمل فاتورة العلاج الباهظة فقدوا الأمل بالتشافي بعد أن عجزوا عن تأمين أبسط جرعات الدواء للمرض الذي تطول فترة علاجه لسنوات المريض يشكي ما فيش علاقة دامة يأخذه من برع ما فيش علاقة كيماوية يطلرنا يشتريها من برع وتعافيل كما الآن سعر العلاقات الكيماوية بعضها يوصل إلى سعر سبعين ألف إلى ستين ألف وبعضها إلى عشر ألف نصرفها بشكل مقاني وهذا المشروع سيستمر معنا ستة شهر طبعا لا نقول أننا بهذا الأمر أن نوفر علاقات بشكل كامل ولكن الغالب حتى لا يضطر المريض الذي يشتريها من المركز الخاصة بأسعار باهظة جدا نرحب بالدكتور سعيد نعمان أخصائي علاج الأورام ومدير إدارة العلاج بالإشعاع في المركز الوطني في مستشفى الصداقة أهلا ومرحبا بك اليوم دكتور معنا دكتور بداية لو تحدثونا عن إدارة العلاج بالإشعاع في المركز الوطني أولا مركز علاج الإشعاع في عدن أتأسس في 2013 طبعا هو يشتغل حتى الآن بدون لزانية تشغيلية وقمنا بتأسيس إدارة العلاج بالإشعاع وهي عملية حصد عدد الحالات الإشعاع التي تحتاج إلى علاج إشعاع ثم نقوم بإرسالها إلى صنعاء لأخذ العلاج بالإشعاع كون مركز لا يوجد علاج إشعاع في عدن ولا في اليمن كامل إلا في صنعاء فنحن الآن إن شاء الله نسعى إلى عمل مركز علاج إشعاع في عدن إن شاء الله تزايدت خلال الأعوام القليلة الماضية عدد حالات الإصابة بمرض السرطان في رأيكم ما هي الأسباب دكتور سعيد؟ والله أنت عرف أن الأحنان في وضع حرب ووضع غير طبيعي فهناك مبيدات حشرية ومبيدات تستخدم في الزراعة بعضها لا تستخدم للحيوانات عدم وجود الرقابة الآن أدى إلى أن الأمور كثرت عدد الحالات لا يوجد رقابة حكومية، لا يوجد رقابة أخلاقية، لا يوجد رقابة دينية فهناك البضاعة كلها تدخل في اليمن دون أي رقابة الأدوية تدخل بعضها بدون رقابة فهذا أدى إلى أن أثناء الوضع الغير طبيعي تحدث أشياء غير طبيعية ومن ضمنها هذه أن فترة حالات السرطان بدأت في ازدياد منحوظ إلى درجة أن أمراض أصبحت أمراض شائعة للأسف هل مراكز الأورام في اليمن وفي عدن كذلك تستطيع أن تستقبل زيادة في عدد المصابين لمرض السرطان؟ والله هناك تناسب غير متكافأ بين عدد الحالات وازديادها وبين الدعم الحكومي أو الدعم المنظمات المجتمع المدني في دعم مرض السرطان يعني القرع الكيماوي تكلف أحيانا فوق نصف مليون إلى مليون ريال يمني لا يوجد هناك تناسب بين الدعم أغلب مراكز الأورام في اليمن غير مدعومة ولنحن في مركز عدن كنا نستقبل مقرد محافظة عدن والمحافظات المقابرة الآن نستقبل من المحافظات البعيدة مثل حديدة، مثل تعز، من اب، من ذمار، من صنعة فهذا استوى نوع من الضغط علينا حدثونا عن شهر أكتوبر وعلاقته بمرض السرطان وبالأخص نخص بالذكر السرطان الثدي نحن هذا أكتوبر نسميه الشهر أكتوبر الوردي باعتبار أنه جين المراكز باللون الوردي وهو شعار سرطان الثدي طبعاً سرطان الثدي نسبته من مجموع عدد الحالات الموجودة 25 إلى 30% من عدد الحالات يعني يعتبر ثلثة الحالات التي نستقبلها يعني نستقبل في مركزنا في عدد 100 إلى 150 حالة شهرياً قديدة نعم ثلثة 25 إلى 30% سرطان الثدي برغم أنه العدد كبير لكن أنا أقول يعني بأريحية أنه برغم أنه العدد كبير لكن نسبة الشفاء أيضاً كبيرة والحمد لله لماذا؟ لأنه الآن دخلت علاقات حديثة في سرطان يعني في السابق كان سرطان الثدي هو عبارة عن قراحة فيماوي الآن دخل العلاق الإشعاع دخل العلاق البيولوجي أو الهادف في العلاق الهرموني هذا أدى إلى أن نسبة الشفاء تزيد تأصبح مرض نقدر نقول عليه أنه يمكن شفاء منهم 100% بإذن الله ماذا عن رسوم التداوي؟ هل هي باهضة أثمن؟ وهل هي متوفرة لأغلب المرضى المصابين بمرضى السرطان؟ بالله العلاق الكيميائي معروف أنه أسعاره غالية جداً والمواطن اليمني بشكل عام لا يستطيع أن يتواتب مع هذا يعني رواتب اليمني معروفة والكيميائي هو نفسه مكلف يعني فيه قرعة كيميائي تكلفه 800 دولار يعني أنا ظن أنه حتى الوزير ما يقدرش يتحملها لازم يكون فيه نوع من التركيز على الكرونيك كيسيس يعني الأمراض المزمنة وأمراض السرطان يعني تخفيف من معاناة هذا المريض يعني معاناة المريض معاناة العائلة معاناة المرافقين فإذا وفرنا الكيميائي لهذا المريض شلنا عليه قزء من المعاناة المعاناة النفسية التي يعانيها من أنه تم اكتشاف عنده سرطان والنون فلما نخفف نوفر العلاق وللأسف حتى الآن يعني ما فيش دعم مستمر للعلاج الكيميائي قد يكون موجود هذا الشهر والشهر الثاني غير موجود فيضطر المريض أنه يشتريه يشتريه ويكلفه يعني مبلغ باهظة البعض يمكن يبيع ما يملك يعني عشان يوفر القرعة لأنه عشان نستفيد من العلاق الكيميائي أهم حاجة الديمومة أو الاستمرارية في أخذ القرعة بأوقاتها المناسبة فإذا انقطع المريض معناته بيضطر إلى أنه أخذ الخط الثاني من العلاق والخط الثاني يكون أغلى من الخط الأول فقد يمكن أن نحاول نوفر للمريض يعني في بعض المرافق التي ساعدنا وتدعمنا بدعم أيضاً عليها ضغوط هي يعني بعض الطقار يشاعدوا فيه بس لكن ليس بشكل مستمر السرطان لازم الدولة تتبنى تتبنى هذا المقال بصراحة لأنه أصبح عدد الحالات يعني لنشتهام به ما هي أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها اليوم إدارة العلاج بالإشعاع وكذلك الطاقم الطبي الخاص بها هو المركز بشكل عام يعاني أنه الطاقم اللي عندنا والله يشتغلوا بقلوب صافية ويشتغلوا بقلوب يعني رحيمة جداً يعني إذا ما يكون المرض راتبه 15 ألف من بيشتغل معك بـ 15 ألف ريال يعني برغم ذلك يبذلوا كل القهن وملتزمين للمريض بالحضور بالأمور الأخلاقية ولكن نحن كما قلت أنه لا نستغل بدون ميزانية تشغيلية وهذا يعمل عبء على الطاقم لأن هذا الطاقم أيضاً له أسرة وله أمور لازم يوفرها لأسرته يعني صعب أنه واحد يشتغل في مكان ويقيم من مناطق بعيدة مقالنا برغم ذلك نحن مستمرين من 2013 وسنستمر إن شاء الله أما العلاج بالإشعاع لا يوجد مركز علاج إشعاع في عدن ولا في اليمن كامل إلا في الصناعة فهذا أدى إلى عبء علينا نضطر أحياناً إلى أن المريض لا يستطيع أن يذهب إلى صناعة تمام؟ فإذا لم يستطع وتركته أنا هكذا بيرقع المرض بيكون أعنف من الأول فالضطر أعطيه كيماوي لماذا المريض لا يروح لشعاع؟ لأنه لا يستطيع أن يذهب يعني المريض عندما يذهب إلى صناعة يمكن أن يكلفه ثلاثة ألف دولار لكي يأخذ حقه الكورس الإشعاعي الكامل من يمكن أن يوفر ثلاثة ألف دولار في هذه الأيام؟ فنضطر إيه؟ نعمله الكيماوي نستمر عليه إذا توفر مركز إشعاع في عدن سيؤدي إلى أنه نخفر معاناة على صناعة والضغط عليها سيخفف الضغط على المرضى سيوفر كيماوي الكيماوي الذي نستخدمه لهذا المريض الذي يحتاج للإشعاع في هذه المرحلة نعطيه مريض آخر فهنا وفرنا نوع قزء من الكيماوي لمرضى آخرين وهذا المريض استفاد وأخذ علاجه الصحيحة لأنه هناك علاج سرطان صحيح وهو قراحة إشعاع كيماوي هارموني لازم نمشي لعنة لهذه بروتكولات عالمية لا نقدر أن لما نحاول نعمل موديفكيشن أو تحور بهذا الموضوع يؤدي أنه المريض يرجع يرجع للمرض إذا رجع المرض معناته عبء كيماوي جديد على الدولة قبل ما يكون على المريض وأيضا على حالة المريض النفسية فمركز علاج الإشعاع هو صرف طبي مهم لكل اليمنين بصراحة ماذا عن مدى استفادة المرضى بهذه المراكز وكذلك بإدارة العلاج السرطان كل ما تم تشخيصه بوقت مبكر إعطاء العلاج بوقت مبكر الاستفادة تكون بإذن الله تصل إلى 90 إلى 100% لما قلنا المريض متأخر كأي مرض أخير يعني ضغط سكري قلب إذا المريض يقيم متأخر هنا الطبيب صعب أن يعالجه بس نحاول بقدر الإمكان أنه إذا قلنا في وقت متأخر أنه لا نخلي المريض يزيد المرض يزيد يعني ولا نخلي المريض يعيش عايشة مرتاحة أو عايشة كريمة نقول عليه أما نسبة الناقين فهي نسبة كبيرة الحمد لله كل ما يقع الآن في وعي الناس بدأوا أكثر من المريض والله مريضة يكون قاره عنده سرطان يقيل مبكر من أي حاجة يشعر بها غريبة بعضها تكون حاجات عبارة عن أكياس دهنية بس أنا أفرح بهذا ليش؟ لأنه في وعي أصبح عند المريض ولا عند الناس وهذا دور الإعلام صراحة أنه لازم يطرح باب أو طريق أو نافذة للتوعية الثقافية بشكل عام للسرطان لكي أن الناس والأطباء يأخذوا بالهم أن هذا المريض لازم يروح أقل شيء يتأكد أنه هل أنا عندي سرطان أو ما عندي سرطان فلما مشخص بسرعة نسبة النقاح تكون ممتازة جداً هل تحظى إدارة العلاج بالإشعاع بالاهتمام والدعم الدولي من المنظمات وكذلك الرسمي؟ وكيف يسخر هذا الدعم؟ والله حالياً نحن ليس مركز العلاج بالإشعاع ولكن هناك إدارة العلاج بالإشعاع نحن نعمل عملية إحصاء للحالات ونقرر لها هل هذا المريض يحتاج إلى علاج إشعاع أو ما يحتاج بعدين نرسله للصنعاء أو إلى أي مكان يريده ولكني نقرر أنه هل المريض يحتاج إلى إشعاع لكي لا يرح يخسر الفلوس وبعدين يرقع أنه لم يحتاج إلى إشعاع لنحن نحن مرحلة إحصاء طيب ونحن نحن نستقل مع وزالة الصحة مع الهلالة التركي مع منظمات الصحة العالمية في إنشاء مركز العلاج بالإشعاع وقد حددنا المكان الذي ينجبنا فيه وإن شاء الله الأمور قارية ولكن بعض العراقين تعرفين أنه في أوضاع تتغير فإستوي نوع من التأخير لكن الأمور إن شاء الله قارية وخلال سنة أو سنتين بالكثير بيكون في حاجة اسم الإشعاع بعدا اليوم هي الاحتياجات الضرورية والعاجلة لإدارة العلاج بالإشعاع حتى يتحول من إدارة إلى مركز وإضافة إلى الأشياء التي ذكرتمها يعني هو اللحن نحتاج إلى الدعم المباشر وتبني الدولة يعني تبنيها هم الآن الوزير ما يقصر والله ويحث جميع المنظمات بدعمنا ولكن التبني لازم يكون بشكل أقوى عشان الآن المريض يروح يسافر إلى خارج اليمن عشان يأخذ علاج إشعاع يعني يخصر فوق 20 إلى 30 ألف دولار عشان يأخذ علاج إشعاع في الأردن أو في الهند أو في مصر فإذا الدولة تبنت هذا الموضوع بقدية خلال ستة أشهر سنة بالكثير بيكون في مركز علاج إشعاع باتوفر الدولة يعني كثير من المعاناة هذا ممكن بالإشعاع لكن إذا تكلمنا على مركز الأورام أظن أنه أهم حاجة هو إقرار الميزانية لمركز الأورام اللي يساعد على أنه نقدم خدمة أكبر من اللي نقدمها الآن ما الدور المطلوب رسمياً ومجتمعياً للتوعية بمخاطر مرض السرطان وكذلك أسباب الإصابة بها؟ والله كما قلت سابقاً أنه تفعيل الثقافة أو الوعي الثقافي وطرح باب إلزامي لكل القنوات ولو حتى ربع ساعة أو نصف ساعة إلزامي للقنوات الحكومية والخاصة أنه لازم مرة بالأسبوع مرة بالشهر لازم إلزام للتثقيف الناس بالسرطان والكشف المبكر عن السرطان والذهاب إلى مناطق أو أماكن الكشف المبكر على السرطان هذا يساعدنا لحنا كأطباء أنه نشخص سريع يساعد المريض أنه علاقه يكون أقل تكلفة لما يأتينا المريض متأخر التكلفة تزيد على المريض وعلى المركز وعلى الدولة فتفعيل الدور الثقافي والتوعية الثقافية في الطبية في القنوات والصحف والإذاعات يساعد أن الناس الآن يشوفون في العالم يخسروا الملايين على الدعاية عشان ما يخسروا أكثر فبرع في الخارج يبذلوا قهد على التوعية بالسرطان والشغلات لأنهم عارفون أن هذا الشخص المواطن العامل المنتج إذا أصيب بالسرطان يكلفهم ملايين الدولارات فهم خايفين على المواطن لأنه عارفون أنه يخسروا إلزامة لأنه في تأمين صحي إلزامة بيخسروا عليه فهم لذلك يعنوا توعية عشان يبروا ذمتهم وإذا المواطنة قامت أخر يلوموهم لأنه لحنا عملنا توعية وانت ما يقيتش فالتوعية ثم التوعية والوقاية خير من العليم ختم الدكتور سعيد هل تمت رسالة تودون قولها من خلال هذا اللقاء؟ أولا وأخيرا أشكركم على هذه الاستضاقة التي كانت متسليط الضوء على مركز الأورام وأدعو بصراحة إلى منظمات المجتمع المدني والحكومة إلى زيارة مركز الأورام ورؤية معاناة المرضى قبل أن يروا معاناة الموظفين يشوفوا معاناة المرضى أحيانا نحن يتعطل علينا الصنصير المريض يضطر حمله بالستريتش فلازم يوفروا للمريض الراحة الإنسانية نشتي المريض حقنا يعيش كإنسان صراحة فنشتي لفتا ورسالتك للمجتمع أيضا والله أنا أقول لهم أنهم لا تقلقوا من السرطان السرطان أصبح مرض يعني يمكن علاقه والشفاء منه بإذن الله ولكن التبكير وعدم الخوف لأن أغلب المرة أول ما يتم اكتشاف المرض يعيش فيه حالة قلق ويقول لنا بعد سنة من أخذ العين ويكون قد انتشر المرض لأنه فيه تردد نوع من التردد لكن لما يجي يشوف عدد الحالات الاستقابة هنا بنسبة الشفاء بتزيد فأنا أدعوهم أنهم لا يقلقوا والأعمار بيد الله ولحنا أسباب والله الشافي ولكن لما يأتي مبكرا شفاء يعني تشخيص مبكر علاج مبكر شفاء بإذن الله الدكتور سعيد نعمان أخصائي علاج الأورام السرطانية ومدير إدارة العلاج بالإشعاع في المركز الوطني في مشفى صداقة شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء اعتبرت مسرحية معك نازل التي مثلتها فرقة خليج عدن قبل عشر سنوات محطة هامة من محطات المسرح التفاعلي الحديث في عدن كذاكرة جمعية تستعيد عدن مسيرتها الفنية الممتدة في أعماق الزمن لترويل الأجيال قصة الصمود حتى في أصعب الظروف في صورة واقعية تعالت عدن على آلامها وجراحها لتعيد من جديد بريقها كثغر باسم لا يعرف العبوس على خشبة المسرح التفاعلي تحتفل عدن بفنها الهادف الذي بدأته منذ قرن وأعادت إنتاجه فرقة خليج عدن المسرحية منذ عقد من الزمن لقد تمكنت فرقة خليج عدن المسرحية من إعادة الجو المسرحي التفاعلي لهذه المدينة على نطاق واسع لتحتفل بذكرى مرور عشر سنوات على أول عمل مسرحي حاز على تكريم محلي وعالمي كانت مصرحية معك نازل أولى الأعمال الفنية اليمنية التي عرضت في أوروبا وحققت نجاحا مشهودا في إحياء دور المسرح العدني من عادة للتواهي خد لك بس يلا روح خد لك باع المقاهي خد لك سكر مالي وانزع البحث بالتواهي اسبح في قلد مور اسبح في قلد مور قلد مور صور خليج الفي في قلد مور جاءت فكرة العمل لتعزيز المسرح التفاعلي المعتمد على عرض مشكلات مجتمعية وترك أحداثها مفتوحة للمشاهدين بهدف تحفيزهم للتفكير في حلولها صغير 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 من أدني نتنا تعبير بعه تعادوا الخميس والجمعات الخميس والجمعات لما تكون واحدة وفنقها لماذا باقي الأيام؟ لكن بقيت الأيام نسوق اللصانونة الهواء صديقي والله العظيم من صدق فينو الصيد فينو الصيد داني قلبي وقعني يا شيخة والله العظيم أو 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 أول كان الله تاني مدى حين الله الديرك معدوم والتمادي بألف وثمانية مصلو التمادي ده هو التمادي بس من كوتر ماني فقدانالو أدلعه مالعطين عرضت مسرحية معك نازل لأول مرة في المركز الثقافي بصلغاء في اكتوبر عام 2009 وحققت نجاحا شعبيا اتسعت رقعته أثناء عرضها في عدن تزامنا مع عيد الأفحى في ذات العام رحنا إلى البندر في شهر نيسان مشتنا بيع الفل لكل والهان رحنا إلى البندر في شهر نيسان مشتنا بيع الفل لكل والهان قيعتنا كلي واصبحت هيمن روحتنا والقلب روحتنا والقلب وثنا العشراء والمقورة وبعدين هم اشتربية أي حاد وتربية خالدكم أمال سجلت المسرحية نجاحا بكافة فقراتها وقدت العبارات المستخدمة فيها جزءا من الحوار اليومي بين المواطنين لعدة سنوات ما سؤلت على ابنتك الجان لقد قلت لي يا خالة كيف انا قدمت لك خدمة للعمر ها قولي اوه 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 دعم اساسي من اول لا اسمعين ها اقول لك يا بتي اليوم وبعد خمس سنين وكتر ايوه اشوف احمد ابني متحمس لحاجة ومشيح حاجة متحمس لبنت اتصل به من فوق عشر مرات يوح عشر مرات يا بتي ليش انت كدك شيحة اسكتين هم ثلاث ثلاث بس سبع ابن عندي ها اما هم بتقلس اياه اما اش بتأكل اياها اما اش بتشر بيها المهم انو قلب احمد ابني رقاه يدق من جديد يعني في امل حركتك ها لا لا مستحق لا 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 مش ضروري يحصل اي حاجة المهم انو قلب احمد ابني رقاه يدق في يونيو من العام 2010 تجاوزت مسرحية معكنازل الجغرافية عربيا لتصل الى مسرح فرقة غريبس الالماني وعرضت على خشبته ليومين متتاليين لتصبح اول مسرحية يمنية تعرض في اوروبا وابحرت جمهورة برلين الذي وقف مصفقا لبراعة الاداء موسيقى 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 مسرحية معكنازل مستوحى من المسرحية الغنائية الالمانية الخط رقم واحد وتم تحويلها باسم معكنازل لتناسب البيئة المحلية في عدن وأرجاء الوطن موسيقى جمع هذا العمل المسرحي بين الترويج والضحك والمتعة والنقد وحافظ على ذاكرة المكان والموروث الغنائي العدني مذكرا بزمانه الزاه الجميل موسيقى موسيقى عشر سنوات مرت على أول عرض مسرحي لمعكنازل النابض أحداثه بالحياة اليمنية وما تزال موسيقاه وعباراته عالقة في ذاكرة اليمنيين وتلامس واقعهم المرير موسيقى موسيقى فرج العامري شاب متقد الذكاء مرهف الإحساس قاده إحساسه إلى كتابة الشعر متأثرا بالشعر التنويري الذي يسعى إلى تنمية المجتمع وتثقيفه موسيقى 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 فرج طاه العامري شاب متوقد الذهن مرهف الإحساس يمتلك موهبة شعرية ورغبة كبيرة للقراءة والإطلاع وإيماناً رسيخاً بأهمية الشعر ورسالته الهادفة في صناعة الوعي موسيقى بدأت تقريباً كتابة الشعر وأنا في الصف الخامس تقريباً عمري ما يقارب عكرة سنين وكان الدفع الذي دفعني إلى كتابة الشعر هو أخي أسين الذي اكتشف هذا الموهبة فقرر دفعي إلى كتابة الشعر عبر أولاً الإطلاع والقراءة ثم أبعد ذلك بدأت موهب الشعر التنمية وتنمية تدريقيان كل ذلك تم تغذية الشعر عبر القراءة والكتابة والانكباب على أمهات كتاب الشعر والحمد لله الآن لازلت في مواصلة كتابة الشعر وأصلاً الشعر هذا يأتي من الله تعلمه بوليسة كما يظن البعض أنه تعليم موسيقى ما أكثر الناس أرواحاً وأبذاناً ما أكثر الناس راكر رغم كثرتهم تأثر فرج العامري بالشعراء القدامى لكنه بدأ أكثر تأثراً بالشاعر محمد إقبال الهندية الجنسية والعربي الأصل لاهتمامه بالشعر التنويري الذي يسعى إلى تثقيف وتنمية المجتمع موسيقى هناك كثير من الشعراء التي نحب أن نقرأ عنهم لكن بسبب درستنا في المدرسة أولاً بدينا بدرسته طلعنا على الشعراء العصر الجاهلي الشعراء العصر صدر الإسلام العصر الأمامي العصر العباسي لكن هناك ما يسمى بعمالقة الشعر العربي كالمتنبي أبي تمام البحتري لكن صراحة أنا على نفسي خطياناً أجد أن الشعر محمد إقبال الشعر الفيلسوف الهندي والعربي من حيث الهواية يعني أكثر من أثراف الشعرين من خلال الشعر الذي يهتم بالأفكار والتنوير والسفقات يصف فرج العامري وضع المثقفين والشعراء في اليمن بالمؤسف في ظل غياب الاهتمام الرسمي وضعف الوعي المجتمعي بأهمية هذه الشريحة باعتبارها رأس المال لأي بلد كان وأحد سمات المجتمع المتحذر في ظل تدهور الأوضاع الأمني أصبح المثقفين لا يقدون من يأخذ بأيديهم من أقتنميات موايبهم إكشاف ذاتهم الآن مثلاً لو ذهبنا إلى الحراقي سوق العم سنقدر الكثير هناك ما بين شاعر رسام موهوب مبدع لكن ماذا يفعل؟ يعني ليس هناك لا مهرقانات ولا ندويات ولا مسابقات ثقافية حتى تمكن هذا الشخص من إبداء موهبته يسعى فرج من خلال تجربته الشعرية إلى توعية المجتمع والنهوض بوعيه الثقافي باعتبار ذلك أول خطوات الاستقرار والتنمية المستدامة كما يقول غالباً القوانب الفكرية التي تدعي إلى النهضة تدعي إلى اليقظة تدعي إلى مواكبات إلى مواكبات روح العصر إلى مواكبات الأمم من حدثة العلم والحضارة نحن الآن في حالة أرتالها على الشعر أولاً أن يبدأ قبل أن يبدأ بنفسه قبل أن يفعل نفسه كعائشة يبدأ أن ننظر إلى أمتي لأنها أصلاً أن الشعر محمد إقباله الذي كما سأثنا سافقاً لذلك الشعر الفكري الذي يهتم بالأفكار وقضايا العاصر من النهضة بالعلم والنهضة بالمنثقفين والنهضة بالمرأة والنهضة بالحقوق بالقدر الحرورية المتاحة لذلك هي تعتبر من أهم ركائد ركائد الذي أسمى الطهام من الشعر محمد إقباله شغف القراءة ومتابعة كل جديد في عالم الأدب أول اهتمامات فرج العامري وهو بصدد إصدار دواوينه الشعرية وكل أمله أن يتبوأ مكانة مرموقة في أوساط الشعر والمثقفين موسيقى الانكباب على قراءة الشعراء حتى يستفيد نستلهم منهم أفكارهم نستلهم منهم أبياتهم معلوماتهم بطريقة مختصرة أنا الآن بصدد إكمال بعض دواويني الشعرية هناك ديوان حوار مع التاريخ وهناك ديواناً آخران الزهار الربيع والآخر يسمى أوراق الخريف الآن بصدد التنسيق فيما بينهم من أجل تنقيحهم إكمالهم إن شاء الله وسوف يزرون وسوف يصلاة عليهم قريباً إن شاء الله مشاهدين إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة